بحضور ثمانية عشر خبيرا وباحثا من الشمال والجنوب تنظم النسخة الحادي عشر من حوارات استراتيجية التي تتناول هذه السنة قضيتين محوريتين حول ضعف القوة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ المعالم والتحديات ويتطرق الباحثون في مبادرة حوارات استراتيجية لضعف المقاربة المبنية على القوة والتي أثبتت فشلها في تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في تدخلها بعدد من الدول آخرها ما حدث من انسحاب لقواتها من أفغانستان بتطرقنا هذا الصباح لإشكالية ضعف القوة نحاول تفكير لماذا في اليمن والعراق وليبيا وأفغانستان التدخل العسكري لا يستطيع أن يكون حل كيف ينجح الخيار العسكري؟ محدودية القوة العسكرية في الاستراتيجية الدولية وبعد الظاهرة سنقارب كيف لمنطقة الهادي والتي تمثل نصف ساكنة العالم والتي تبدأ من منطقة شرق إفريقيا إلى الضفة الغربية في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم هناك اهتزاز للعلاقات الدولية وهذه المنطقة هي مركز الهزة وتحاول نسخة الحالي عشر من حوارات استراتيجية تحديد المعالم الجيو اقتصادية والجيو سياسية لعدد من المفاهيم ذات الهندسة المتغيرة والتي ترتبط بريادة الولايات المتحدة الأمريكية وتحديات منطقة المحيطين الهندي والهادئ وهو المفهوم الذي عوض مصطلح منطقة آسيا تتبع للمركز في إطار هذا الحوار الاستراتيجي الذي عنده مع أشو سي باري تتبع الحالة في العالم لأن هذا يهم المواطن يهم الحكومات يهم سير الأمور في المستوى الدولي منطقة لاندو باسيفيك اللي هي الآن فيها يجري الآن ما يهم العالم حصوصاً وعن في إطار التنافس للولايات المتحدة مع الصين وهي اللي هي منطقة نظن لا في هاشو سي باري ولا في مركز السياسات هنا في المغرب نظن أنها من المناطق التي يجب تسليط دوء عليها ويقوم مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد منذ العام 2016 بشراكة مع مركز القضايا الجيوسياسية للمدرسة العليا للتجارة بتنظيم فعاليات حوارات استراتيجية بشكل نصف سنوي وتضم هذه المنصة المتخصصة في تحليل والتبادل بين الشمال والجنوب ثلة من الخبراء والعسكريين والصفراء والمسؤولين السياسيين من أجل التداول والتباحث في القضايا الجيوسياسية والأمنية الكبرى على الصعيد الدولي إضافة إلى الإشكاليات المشتركة لكل من أوروبا وأفريقيا